يعني إيه يبقى فيه علاقة سامة وغير مريحة لحد قريب بالنسبة لي أم، أب، أخ، من أصعب الحاجات الزوج ممكن من أصعب الحاجات لكن لو كان حد من دمي، عامل إيه؟ وأنا مكبرة أن أتعامل معاك تليش بنت خلتي فأنا أعطعك خلينا نفهم إن الشخصيات دي أصلاً يعني بني أدمين أول وعن آخر في البداية سواء أب أو أم بني أدمين مروا بظروف عندهم مواقف، ليهم اجتباعهم، ليهم سماتهم الشخصية يعني ممكن يكون عندهم اضطرابات نفسية أصلاً بتحكم فيهم لأنهم مفيش كتالوج بينزل الأب والأم أقول أنت بقيت أب هتعمل واحد، اثنين، ثلاثة، لأ فيه سمات شخصية بتحكم فيه آه مؤزية، آه بتخلي العلاقة غير مريحة، فيها تهديد، مفيش أمان من الإبناء أتعامل، لازم أتعامل؟ على الأقل فيه حاجة البر، البر للولادين، لازم نحافظ على دي البر إن أنا أعمل إيه؟ بس أنا نفسي أهم يعني أنا مع البر العلاقات دي بالذات مش هنفع تغطي أطعم يعني أنا كلما كلمك مكالمة تنكدي علي فيها يا مام أو أكلمك مكالمة يا بابا أروح لك أرجع متنكدة محتاجين نعمل حدود نفسية يعني إيه حدود نفسية؟ يعني أولاً نستوعب إن الشخصيات دي سماتها كده خلاص عندها سمات نفسية مريضة فيه اترابات شخصية كما أنت هتمرضي إبني؟ ما أنا عندي وعي، ما أنا لازم أستوعب وبرضو دي نقطة مهمة أنا عايزة أوصلها لأماني ما توصليش مشاعرك اللي أنت حساها نحية والدتك لإبنك ما تورسهوش نفس المشاعر لأن أنت كده بشكل أو بآخر هتخليه كأنه ياخد منك أنت انطبعاتك عن ممتك لا، لازم يكون أنت عندك وعي وعندك نضج طيب إحنا زي نتعامل مع الأزمات يعني هي يا حرام بتقول أنا كنت بحاول أن أنا خليه ما يحسش بده هي ممكن تكون وصلتها لغزباً عنها تقتها؟ هي ممكن تكون ممتك